لو هيبقى فقط علشان خطر الأولاد مش عيب على فكرة مش عيب لا وهتلاقس لقنا مع بعضها لا ما بيبقاش دايماً لو النية مش صفية ومشتركة ما بين النية نحن من هيفترض أني لازم يقى فيه نية صفية ولازم يقى فيه اهتمام مش اللي هو هيعيشه أنا حتى كنت أنا وفتوح منتكلم في موضوع ده قبل الحلقة وقلت لها أنه لو رجعوا البعض من بداية شكل العلاقة من البدايات خالص أعتقد أنه ممكن العلاقة دي تنجح يعني لازم يرجعوا البعض مش متجوزين مخطبين يعني حتى يعملوا حاجة فيها أجواء وبهارات لحياتهم فكرة أنه إيه أنا هرجع تاني تخطب لبابا ونرجع تاني نتجمل أدنان بعض في فترة الخطوبة بس ما نخلش نفس الخطوات بقى ليه ما ناخدنا أخطوات ونبقى حارسين ونبقى حارسين على أن شكلنا يبقى حلو قدام بعض ولبسين ومتشايكين وننزل أجواء الخطوبة يا جماعة وننزل نشرب حاجة في مكان ونرجع ونسيب العيال مع ماما أو مع عميته وانا قاعدة لسه في بيتي يعني ما ننطش المرحلة دي يعني بالعكس المرحلة دي أحلى أنه أنا أعيشها بجد أنا عارفة أنه أعيش تاني البعض شايف ده أنه رفاهية وكلام فاضي بس كلا بنتكلم يا جماعة على تنين عايزين يرجعوا البعض ووقعين تحت ضغط الولاد ودحت ضغط كمان الضمير اللي ساعات بيقلمنا جدا لأنه العيال متضايقين ومش فاهمين مختلفين العيال عايشين حياة مش طبيعية العيال مضغوط عليهم لأنه بابا في حتة وماما في حتة وسمعين مشاكل ومش عايشين حياة طبيعية زي صحابنا اللي في المدرسة وفي النادي فإحنا بنبقى طول الوقت حاسين بالزم ده مش وحش وفكرة الرجوع مش وحشة بس أهم حاجة الرجوع يكون بطريقة إنه زي ما أنا عايز أولا دي يبقى صعدة أنا كمان عايز أبقى سعيد فابتدي بداية كأنك بتبتدي من الأول صح خالص الشق والشغف والتنطيت والإحساس إنه هتقابليه وهيقابلك ابتدوا بداية جديدة العلا وعاسى يكون ده فارق هيخليني فعلا نبتدي على مياه بيضة مع الراجل ده وابقى المراتي بقى الاختيار طبعا على الفرازة أنا بشوف أباط كتير قوي يا شيري حقيقي يعني بيبكوا بس هي دايما الكرامة عند الراجل يعني بالذات قدام مراته بتبقى يعني نقحة عليه قوي هم لوحدهم أو مع أصدقائهم ممكن يبكوا علشان الأولاد بعيدة عنهم لكن قدام الزوجة لا ولا يهمني ولا مش عارف إيه فلازم يا جماعة طالما إحنا رتضينا إن إحنا نرتبط والنعم الحياة جديدة الحياة دي نشأت عنها أطفال لازم نبقى مسؤولين عنهم لازم وخلي بالك ربنا سبحانه تعالى بيوضع في قلوبنا سعادة من نوع تاني لما بشوف الأولاد مبسوطين أنا ببقى مبسوط أيوة أنا معاك يا سامح مية في المية وأنا معاك كمان في فكرة إنه يا دماعة مش لازم يكون الحب مولع في الدرة ومش لازم نكون مقطعين شريم نفسنا عشان خطر لقدامنا ما هو طبيعي بعد العشرة والسنين والمسؤوليات في حاجات بتقل وفي حاجات تانية بتتولد وبتكبر أنا معاك طول ما العشرة طيبة وطول ما النية موجودة وطول ما إحنا بنشتغل على نفسنا وعلى العلاقة دي إنما أنا أرجع مقهورة لازم أرجع عشان ولادي أو أنت ترجع مقهورة عشان لازم ترجع عشان ولادك أنت عمرك ما هتهيأ لولادك بيئة صحية يعيشوا فيها أنا كتير بسمع إنه فيه أولاد يقولك إيه لا أنا أحسن عايش بابا وماما منفصلين بس في هدوء ما بيتخنقوش أحسن ما عايش بابا في نفس البيت وهم طول النهار مولعين في بعض ما هو الطفل برضو مش الفترة إن إحنا اللي بعايشين في أربع حطان هي دي سوق تربية خلي بالك لما يقف فيه كراهية وفيه شحن وفيه طاقة سلبية هيتربه غلط هيعيش تعيس مش هيتربه غلط بس هيبقى طفل تعيس صح موسيقى